اشتركوا في القناة اغرب صيحات الموضة قديما بحواجب غريبة في الصين القديمة كان شائعا بين الصينيين ازالت حاجب الشخص ورسمه مرة اخرى ليصبح الحاجب الجديد غريبا بحق اما دائري او مستقيم بشكل غير طبيعي وكانت تدعى مثل هذه الرسمات بالتلال البعيدة واشم الابتسام لدى شعب الاينو عاش شعب الاينو الغامض في الجزر اليابانية وفي روسيا بشكل جزئي وكانت نساؤهم توشم وجوهها بما يشبه ضحكة الجوكر اذ اعتقدوا ان ذلك سيساعدهم في الزواج والحصول على السلام في العالم السفلي بعد الموت اسنان سوداء في اليابان القديمة وهو عرف ياباني يقتضي بصبغ الاسنان باللون الاسود وكان هذا الامر شائعا حتى نهاية القرن التاسع عشر ويمكنك رؤية الاسنان السوداء في الحاضر في المصرحيات فقط ولكن تلك الاسنان السوداء لم تكن للزيناف حز بل كانت تحمي الاسنان وتدعم الجسم بالحديد اذا احتوت الصبغة على الحديد ازالة الرموش في اوروبا في العصور الوسطى لم يكن الشعر محببا في اوروبا لذلك اعتاد الناس على حلق جبهاتهم وازالة شعر حواجبهم ورموشهم ومن المرجح ان هذا كان شائعا بسبب مرض الكساح الذي تسبب بفقدان الشعر وجعل احد النبلاء الامر رائجا او مضى وتبعه الاخرون الاظافر الطويلة في الصين القديمة كان من المضى في الصين القديمة امتلاك اظافر طويلة بشكل مفرط اذ كانت تشير الاظافر الطويلة الى الثراء والكسل فمن كان سيستطيع العمل بتلك الاظافر كما اعتقد الناس انها تسهل حديثهم للالهة كما صنع الصينيون علبا وبيوتا ذهبية للاظافر مزينا بالجواهر ثقب الانف في الهند ما يزال ثقب الانف شائعا في الهند ولا يقتصر الامر على ثقب واحد فقط كما يكون هناك عدة سلسلة تربط ثقب الانف بثقب الاذن وكقاعدة في الهند يتم صنع هذا الثقب قبل حفل الزفاف وكانوا يعتقدون ان ثقب الانف الايسر يسهل عملية الولادة ويحسن من الصحة الانجابية الشعر الطويل لدى شعب ياو يوجد في قرية هوانجلو الصينية نساء بشعر طويل جدا يقصونه خلال طقوس شعائرية في عمر الستة عشر عام فقط كما كان يوجد قاعدة سابقا وهي ان رأى اي رجل شعر امرأة مفكوك فعليه تزوجها ولكن لم تعد تلك القاعدة موجودة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركة الفيديو مع اصدقائك والاشتراك بقنواتنا حتى يصلك كل جديد اعرف متعة المعرفة والترفيه ترجمة نانسي قنقر